بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الأول في مدى الرياضيات وموضوعنا هو دوال خاصة الجزء الثاني من إعداد سميرة السالم ومن تقديم صالح شميمري فأهلا بكم سنتعلم اليوم إن شاء الله التعرف على الدالة الدرجية وتمثيل الدالة الدرجية وسنتعرف على دالة القيمة المطلقة وتمثيل دالة القيمة المطلقة أولا ما هو تعريف الدالة الدرجية الدالة الدرجية هي من الدوال المتعددة التعريف الخطية الشهيرة الدالة الدرجية وهي دالة أكبر عدد صحيح التي تتكون من قطع مستقيمة أفقية طبعا تكتب على الصورة fx يساوي x هذا القوس رمز الدالة الدرجية حيث يعني أن الرمز بين قوسين x هو أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي x فعلى سبيل المثال 5 كم يساوي؟ يساوي 5 مثال آخر 3.25 داخل دالة أكبر عدد صحيح يساوي 3 طبعا أقل عدد من 3.25 عدد صحيح ننتبه هو 3 سالب 5 يساوي سالب 5 و سالب 23.25 من 100 العدد الذي أقل منه هو كم؟ هو سالب 4 مثال اختياري سالب 2.4 داخل دالة درجية أو دالة أكبر عدد صحيح يساوي هل هي 3؟ أم 2؟ أم سالب 2؟ أم سالب 3؟ هذا العدد سالب 2.4 أم سالب 2.4 عدد صحيح هو كم؟ هل هو 3؟ أو 2؟ أو سالب 2؟ أو سالب 3؟ أم سالب 3؟ أم سالب 3؟ أم سالب 2.4 هو سالب 3؟ إذن الإجابة الصحيحة هي الد مثال مثل الدالة fx يساوي دالة درجية x بيانيا ثم حدد مجالها ومداها أولا سأضع الجدول عندي هنا وسأضع قيم ولتكون القيم هذه من سالب 1 إلى سالب 2 أو من سالب 2 إلى سالب 1 سالب 1.1 أكبر دالة عدد صحيح هو سالب 2 سالب 1.5 هنا أكبر عدد صحيح هو سالب 2 أيضا سالب 1.9 سالب 2 وسالب 1.99 هو سالب 2 وسالب 2 هو سالب 2 طيب تمثيل البياني على المستوى الإحداثي لهذه الدالة عنده سالب 1.1 إلى سالب 2 هو هذا الخط المستقيم الأفقي طبعا مغلق عنده سالب 2 ومفتوح عنده سالب 1 من سالب 0.1 إلى سالب 1 عند التعويض سالب 0.1 أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي سالب 0.1 هو سالب 1 سالب 0.5 هو سالب 1 سالب 9 من 10 هو سالب 1 سالب 99 من 100 هو سالب 1 والسالب 1 هو السالب 1 عند التمثيل البياني سيكون خط مستقيم سالب 1 مغلق والصفر مفتوح من 0 إلى 0.99 الصفر هو صفر صفر 0.1 صفر 0.5 أو نص صفر 0.9 هو صفر وصفر 0.99 أيضا صفر أب التالي عند التمثيل البياني من صفر إلى 1 مفتوح من 1 إلى 1.99 1 يساوي 1 1.1 يساوي 1 1.5 يساوي 1 و1.9 يساوي 1 و1 و99 يساوي 1 2 لما الـ x بـ 2 fx بـ 2 لما الـ x تكون 2.1 الـ fx يكون 2 2.5 يساوي 2 أيضا إلى 2.99 يساوي 2 تمثيل البياني هنا بالنهاية لما أضع من الثلاثة إلى 3.99 سيظهر عندي هذا الخط الأفقي المجال عندي هنا المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية R بينما المدى تلاحظون المدى fx0 سالب 1 سالب 2 1 2 وهكذا المدى عندي يا أحبة لا يوجد عندي كسور وبالتالي المدى هو مجموعة الأعداد الصحيحة زد تدريب مثل الدالة fx يساوي الدالة درجية x زائد 2 بيانيا ثم حدد مجالها ومداها هنا التنفيذ البياني وهنا الجدول سأضع الجدول x أكبر أو يساوي من سالب 4 إلى سالب 3 يعني أبدأ أول شيء من سالب 4 إلى سالب 3 سأبدأ من هذه القيمة إذن x محصور بين السالب 4 والسالب 3 القيمة اللي بين السالب 4 والسالب 3 كم تساوي؟ لما أعوضها بقيمة x هنا رح يكون زائد 2 كم يساوي؟ يساوي سالب 2 سالب 4 زائد 2 سالب 2 لماذا؟ لأن جميع القيمة التي تكون بين سالب 4 و سالب 3 هي سالب 4 طيب سالب 4 سالب 4 زائد 2 ستكون كم؟ سالب 2 إذن من سالب 4 إلى سالب 3 ستكون سالب 2 هنا عند الـ y أو الـ fx طيب لما يكون عندي من سالب 3 إلى سالب 2 من سالب 3 إلى سالب 2 لما أعوضها ميكاني الـ x هنا سيكون سالب 3 سالب 3 زائد 2 سيكون سالب 1 إذن من سالب 3 إلى سالب 2 سالب 1 هنا سالب 1 للـ y هنا من سالب 3 مغلق إلى سالب 2 مفتوح طيب من سالب 2 إلى سالب 1 سيكون سالب 2 سالب 2 زائد 2 بصفر وبالتالي صفر هنا إذن الصفر من سالب 2 مغلق إلى سالب 1 مفتوح لما أخذ من سالب 1 إلى صفر سيكون عندي سالب 1 سالب 1 زائد 2 بموجب 1 إذن من سالب 1 إلى الصفر سيكون هنا عند الواحد إذن سالب 1 مغلق والصفر مفتوح بعد ذلك من صفر إلى 1 سيكون صفر صفر زائج 2 ب2 إذن عند الاثنين من صفر إلى 1 صفر مغلق وواحد مفتوح من 1 إلى 2 سيكون 1 1 زائج 2 ثلاثة إذن عنده الثلاثة 1 مغلق واثنين مفتوح المجال دائما مجموعة الأعداد الحقيقية أما المدى هو مجموعة الأعداد الصحيحة تدريب تدفع شركة لإعادة تدوير الورق 25 ريال عن كل صندوق من الورق يتم إحضاره للشركة ولا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ بالكامل اكتب الدالة التي تمثل الموقف ومثلها بيانيا هنا الجدل اللي عندي وهنا التمثيل البياني طبعا سأضع الخط الأفقي الصناديق أما الخط الرأسي هو الريالات سأضع X من صفر إلى 1 الإكس اللي عندي هنا هو الصناديق إذن من صفر إلى 1 صندوق سيأخذ صفر الريال وهنا التمثيل البياني صفر مغلق و1 مفتوح بعد ذلك من 1 إلى 2 من 1 إلى 2 سيكون 25 لماذا؟ لأنه عن كل صندوق والجزء الصحيح أو دالة أكبر عدد صحيح هنا سيكون عند الواحد صندوق 1 سيكون 25 ريال إذن عند 25 ريال 1 مغلق و2 مفتوح طيب لما يكون من 2 إلى 3 سيكون صندوقان سيكون 50 ريال إذن من 2 إلى 3 50 ريال 2 مغلق و3 مفتوح طيب لما يكون من 3 إلى 4 سيكون عندي 75 ريال إذن 75 ريال من 3 إلى 4 ثلاثة مغلق و4 مفتوح لما يكون عنده من 4 إلى 5 سيكون 100 ريال و100 ريال سيكون من 4 مغلق إلى 5 مفتوح وهكذا إذن نصل إلى من 5 صندوق إلى 6 صندوق سيكون 5 صندوق و5 صندوق ستكون بـ 100 و25 ريال إذن 125 ريال سيكون محصور بين الخمسة والستة خمسة مغلق و6 ماذا فيه سيكون مفتوح نأتي إلى دالة القيمة المطلقة هناك نوع آخر من الدوال متعددة التعريف تسمى دالة القيمة المطلقة وهي الدالة التي تحتوي على عبارة جبرية يستعمل فيها رمز القيمة المطلقة كما في شكل المقابل طبعاً طبعاً الدالة الرئيسية الأم لدالة القيمة المطلقة هي fx يساوي القيمة المطلقة لx وتعرف على النحو التالي fx يساوي x لما تكون x أكبر من صفر صفر لما يكون x يساوي صفر ناقص x يعني قيم سالبة لما تكون x أقل من صفر x عندما تكون x أكبر ويساوي من صفر ناقص x عندما تكون x أقل من صفر سأضع الجدول هنا عندي وأضع المشتوى الإحداثي لما نعوض x بأثنين سيكون fx بأثنين إذن هذه النقطة اثنين واثنين لما عوض x بواحد سيكون واحد إذن واحد وواحد هنا الصفر صفر أيضاً سيكون الصفر هنا السالب واحد واحد سيكون السالب واحد واحد هنا السالب اثنين سيكون موجب اثنين إذن موجب اثنين هنا لأن أي عدد سالب داخل القيمة مطلقة يطلع بره بموجب وبالتالي ينشي عندي هذه النقاط لما أوصل بينها سيكون على شكل v إذن شكل التمثيل البياني على شكل حرف v والمجال هنا مجموعة الأعداد الحقيقية والمجال هي الأعداد التي أكبر من صفر إذن fx such that يعني عندما fx تكون أكبر من صفر مثال مثل الدالة fx يساوي القيمة المطلقة لx زاد واحد بيانيا ثم حدد مجاله ومداها طبعا أول خطوة نجعلنا بداخل القيمة المطلقة يساوي صفر بحيث أن x زاد واحد هذه اللي جوى قيمة المطلقة يساوي صفر إذن x يساوي سالب واحد إذن راح أكون جدولا يحوي قيما لx أكبر من سالب واحد وقيما أصغر من سالب واحد إذن خطوة ثانية كون جدولا للقيام يحوي قيما لx أكبر من سالب واحد وقيما أصغر من سالب واحد إذن هذا الجدول اللي عندي أضع سالب واحد في النص وأضع قيم أصغر من سالب واحد وقيم أكبر من سالب واحد هنا قيمة التي أكبر من سالب واحد وتحت القيمة التي أصغر من سالب واحد وأعوضها في هذه الدالة عندما تكون x بسالب واحد ستكون fx بصفر إذن هذه النقطة سالب 1-0 عندما تكون X 0 سيتكون F1 عندما تكون F1 ستكون F2 إذن هذه النقطة 1-2 عندما تكون X سيكون قيمة F1 عندما تكون X см-3 فإن قيمة F ستكون بموجب 2 الذي يظهر عندي على شكل حرفي المجال هنا مجموعة الأعداد الحقيقية بين المدى هي مجموعة الأعداد التي أكبر من صفر إذن fx such that fx أكبر أو يساوي من صفر تدريب مثل الدالة fx يساوي سالب القيمة المطلقة لx زائد واحد ثم حدد كل من مجاله ومدىها أولا اجعلنا بداخل القيمة المطلقة يساوي صفر يعني x يساوي صفر ثانيا سأكون جدولا للقيم التي تحتوي أكبر من صفر وأقل من صفر إذن هذا الجدول عندي صفر سأضعه في النص وأخذ قيم 1 و2 وقيم أقل من الصفر سالب 1 وسالب 2 هذا المستوى الإحداثي عندي هنا سأعوض الx بصفر عندها ستكون fx بواحد لأن ناقص صفر زائد واحد واحد لما أعوض الx بواحد سيكون ناقص واحد زائد واحد صفر لما أعوض الx بأثنين ناقص برا وجوه القيمة المطلقة 2 إذن سيكون 2 إذن ناقص 2 زائد واحد بسالب واحد لما تكون السالب واحد هنا مكان القيمة المطلقة ستكون سالب واحد جوه القيمة المطلقة يطلع برا بموجب واحد موجب عندي سالب هنا سيكون سالب واحد زائد واحد صفر سالب اثنين ستكون سالب واحد ستكون سالب واحد إذن هنا اثنين وسالب واحد واحد صفر صفر واحد سالب واحد صفر وهنا سالب اثنين وسالب واحد مجال هذه الدالة هو مجموعة الاعداد الحقيقية أما المدى هو جميع عناصر fx التي أقل من موجب واحد بداية عند الموجب واحد هو أقل لأنها على تحت إذن fx such that fx أقل أو يساوي من موجب واحد تقويم دالة أكبر عدد صحيح للسالب واحد هل هي أربعة أو ثلاثة أو سالب ثلاثة أو سالب أربعة من المعروف عندي أن قيمة الباي هي ثلاثة فاصل أربع طعش طيب ماذا لو كان عندك سالب ثلاثة فاصل أربع طعش إذن عدد صحيح أقل من سالب ثلاثة فاصل أربع طعش هو ماذا؟ هو سالب أربعة إذن سالب ثلاثة فاصل أربع طعش أقل منه هو سالب أربعة إذن الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ هي الد سؤال آخر مجالة دالة fx يساوي دالة درجية أو دالة أكبر عدد صحيح x-3 زائد 2 هل هي fx-x أكبر أو يساوي 2 أو fx-x أكبر أو يساوي 3 أو z أو r طبعا المجال هنا في دالة أكبر عدد صحيح هو مجموعة الأعداد الحقيقية r سؤال آخر أقاعة الاجتماعات تحتوي على طاولات تتسع كل منها لثمانية أشخاص فإذا كان عائد الطاولات المستعملة يعتمد على عائد الأشخاص فما نوع الدالة التي يمكن استعمالها لنمذجة هذا الوضع؟ هل هي دالة خطية أم دالة درجية أم دالة قيمة مطلقة أم دالة ثابتة؟ هنا عندي من المعروف عندي أنها تحتوي على طاولات تتسع كل منها على ثمانية أشخاص إذا كان عدد الطاولات المستعملة طبعا يعتمد هنا كليا على عائد الأشخاص إذا كان يعتمد على عدد معين النمط معين وبالتالي النمط الذي عندي هنا هو دالة درجية إذن الإجابة هي البي سؤال آخر تقويم أي من الدواد الآتية مداها هو اقل أو يساوي من صفر أقل أو يساوي إذن ستكون الإجابة هي سالة بالقيمة المطلقة لإكس لماذا؟ لأنه لو كانت هذه أكبر أو يساوي لو وضعناها سي وهي الدالة الأم والتالي الدالة هنا هي الدي إذن عند تمثيل البياني سيكون على تحته بالتالي ويساوي سالة بالقيمة المطلقة لإكس لاحظ معي الرسمة على سكل بي لكنها للأسفل إذن الإجابة هي الدي ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا نوعان من الدوال الخاصة النوع الأول الدالة لها الدرجية وهي fx يساوي بين قوسين لإكس ودالة إلى قيمة المطلقة طيب الدالة الدوجية هنا سيكون التمثيل البياني كما في الشكل المقابل أما دالة إلى قيمة المطلقة فترمز لها بالرمز fx يساوي القيمة المطلقة لإكس وتمثيل البياني على شكل في إما بالأعلى أو للأسفل نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم